بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فمن فضل الله عز وجل علينا أن هدانا لدين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه كما قال تعالى إن الدين عند الله لإسلام وخلاصة هذا للدين الاستسلام والإذعان لله عز وجل في أحكامه بحيث لا يعارض المر ما جاء عن الله عز وجل ولا يتوجه بشيء من عباداته لغير الله سبحانه وتعالى ومن خاصية هذا الدين أنه دين كامل لم يترك شيئا من أحوال الناس إلا وضحه وبينه وأعلمهم بحكم الله عز وجل فيه كما قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فهذا القرآن وهذا الدين نظم أحوال الناس كلها فلم يترك شيئا من أحوالهم إلا جعل فيه حكما واضحا بينا وقد جعل الله عز وجل علماء الشريعة يرجع إليهم ليبينوا أحكام الله تعالى كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وتبرز أهمية مراجعة العلماء عند حصول الفتن التي تسفك فيها الدماء وتستحل فيها الحرمات كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي الذين يستخرجون الأحكام من كتاب الله جل وعلا ثم قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أي إذا تركتم اتباع أقوال العلماء وفتاواهم رجعتم إلى وساوس الشياطين التي تلقيها في النفوس وتزينها للناس فيظننا أنها الخير ويظننا أنها الصلاح وهي بضد ذلك وكما أن الشريعة جاءت بتنظيم أحوال الناس في عباداتهم وفي معاملاتهم المالية وفي أنكحتهم وفيما يكون بينهم من جنايات وتجاوز للحدود جاءت بتنظيم العلاقة بينهم فجاءت الشريعة بتنظيم العلاقة بين الرجل وزوجته وبين الرجل وأبنائه وبين الرجل وأبيه وبين إخوانه وبين من لهم صلة ومما جاءت به الشريعة أن نظمت أحوال الناس وعلاقاتهم مع أولاتهم وحكامهم فجعلت هذا الأمر دينا يتقرب به لله جل وعلا ومما جاءت به الشريعة في هذا الأمر أن نظمت أحكام البيعة وجعلت موضوع البيعة التي هي علاقة بين أفراد الناس وصاحب الولاية جعلته أمرا شرعيا يتقرب به لله جل وعلا ويجعل دينا يُعبد الله سبحانه وتعالى به ومن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُبايع أصحابه فقد ورد في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وجاء في السيرة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يحفرون الخندق كانوا يرتجزون بأبيات من الشعر تنشطهم على أعمالهم فكانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا مما يدل على أن البيعة كانت بينهم وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم كما رواه البخاري ومسلم وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت قال وباعته على النصح لكل مسلم على النصح لكل مسلم ولذلك فالبيعة أمر شرعي يترتب عليه أحكام على الناس أن يتقربوا إلى الله بمراعاتها وقد جاء مصداق ذلك في كتاب الله في عدد من الآيات فيها ذكر البيعة كما في سورة الفتح يقول تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وفي سورة الفتح أيضا يقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ويقول رب العزة والجلال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية فيدل هذا على أن البيعة حكم شرعي وتترتب عليه أحكام وآثار شرعية والناظر في معنى البيعة يجد أنها في أصل اللغة مأخوذة من الباع الذي هو جزء من أجزاء اليد وذلك أن المتبايعين يحصل بينهما عادة مصافحة بالأيدي فلذلك قيل لها هذا السم ومن هنا سمي البيع الذي فيه إعطاء إعطاء للسلعة في مقابل الثمن سمي بيع أخذا من هذا المعنى وذلك أنهم عند التبايع يضرب بعضهم بأيدي بعضهم الآخر عند بوع أحدهم ومن هنا فإن البيعة في اللسان الشرعي مرة تطلق ويراد بها المعاهدة بحيث يعاهد الناس بعضهم بعضا ومن ذلك ما ورد في بيعة العقبة حيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على أن ينصروه وأن يقوموا معه في كف الناس عنه عندما يقوموا بنشر دينه وأما المعنى الآخر من معاني البيعة فهو العقد والعهد الذي يقوم به أفراد الناس مع صاحب الولاية كما كان ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومهم وإسلامهم وكما بايع الناس أبا بكر الصديق عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقدم أبو بكر وعمر وعبيدة وأبو عبيدة رضي الله عنهم إلى الأنصار في تلك السقيفة فتحدثوا بما تحدثوا به ثم بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدمه في أمر دينهم في الصلاة قدموه في أمر دنياهم في الولايتي إذا تقرر هذا وعلمنا أن البيعة أمر شرعي وشريعة وشعيرة من شعائر ديننا علمنا أن هذه البيعة لها شروط ولها أركان لا بد من ملاحظتها فليس كل بيعة تعد بيعة شرعية موافقة لحكم الله عز وجل بل لا بد أن يكون فيها شروط شرعية قررها ديننا الحنيف كما أن الصلاة لا تصح إلا بالتزام شروطها فمن صلى بغير وضوء متعمداً مع قدرته على الوضوء فإنه لا تصح صلاته لأنه لم يوجد عنده شرط الصلاة وهكذا من صلى لغير القبلة وهو يعلم بها لم تصح صلاته لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة فهكذا في أمر البيعة لها شروط لا بد من مراعاتها والالتزام بها ولها أحكام وآثار يجب على كل إنسان أن يقوم بها فمن شروط البيعة أن يكون من يبايع له صاحب ولاية له أمر ونهي وله غلبة فأما مبايعة الجماعات والتنظيمات التي تعتمد على بيعات سرية فهذه البيعات لا قيمة لها شرعا ولا يجب الوفاء بها لأنها لا تتوافق مع المفهوم الشرعي في أمر البيعة ولذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته أنه بايع أصحابه بيعة الولاية وإن كان قد يبايعهم على المعاهدة لأداء عمل من الأعمال كما في بيعة العقبة وأما بيعة الولاية فلم يبايع بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن هاجر إلى المدينة وأصبح له ولاية وأمر ونهي ولذلك ورد أن الأقرع بن حابس لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بايعك بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس هؤلاء وأما قبل هجرته فلم يؤثر عنه أنه بايع بيعة ويلاية لأحد من الناس ومن هنا فالبيعات التي تتولاها بعض الجماعات والتنظيمات والأحزاب والحركات هذه ليست بيعة ولاية شرعية إذ ليس لهم ولاية وأمر ونهي وإنما هذه البيعات بيعات على خلاف المفهوم الشرعي لمفهوم البيعة التي فيها بيعة ولاية ومن شروط البيعة أيضا أن تكون من أهل الحل والعقد بعد أن يتوافر فيها شرطها وسببها فإن الولاية إنما تنعقد بأسباب شرعية ومنها أن يكون هناك نص بإثبات الولاية ومنها أن يكون هناك عهد من صاحب الولاية السابق لمن يلي الأمر بعده فيبايعه الناس لأن الله عز وجل قد أمر بالسمع والطاعة لساحب الولاية فإذا اختار من يرى أنه أنسب لتولي الولاية فإن سبب الولاية قد انعقد حينئذ ومن ثم شرعت البيعة له ومن ذلك أن يكون للشخص غلبة وولاية ويكون قد استولى بها على الأمور واستقرت الأمور بالنسبة له وكان له أمر ونهي على الخلق فهذه شروط شرعية للولاية ويشترط فيها أيضا أن يكون صاحب الولاية ممن قد انطبقت عليه الشروط الشرعية وهناك من يحاول أن يطعن في أصحاب الولايات وفي بيعتهم من خلال نسبة بعض الأفعال إليهم أو تأويلها بالتأويل غير الشرعي أو بتفسيرها على خلاف مقتضى ما جاءت به الشريعة فتجده مرة يكفر أصحاب الولاية ليسلم له ما يريده من انتزاع البيعة ونحوها فمثل هذا فعل مخالف للشرع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وأن يشتت جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه وكون صاحب الولاية عنده أخطاء أو قد توجد عنده ذنوب هذا لا يجيز للإنسان أن ينزع يدا من طاعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ولا ينزي عن يدا من طاعة فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية وهكذا يعلم بأن صاحب الولاية وإن وقع عنده شيء من الأخطاء لا يجيز للناس أن يخرجوا عليه وأن يزيلوا ما له من البيعة الشرعية فإن هذا من المحرمات وليس من شروط صاحب الولاية أن يكون معصوما لا تقع عليه أو لا يقع منه شيء من الذنوب والمعاصي وقد قال الله عز وجل في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فانظر كيف قسم أفراد الأمة ودويلاتها إلى هذه الأقسام الثلاثة وجعل الأقسام الثلاثة قد ورثت الكتاب وقد اصطفاهم الله جل وعلا فدل هذا على أن ذلك الظالم لم يخرج من كونه ممن أورث الكتاب وممن اصطفاه الله جل وعلا والنظر في أو اتهام الناس بالكفر بناء على ما يصدر منهم من الذنوب هذا من عقائد هذا من عقائد الخوارج والوعيدية وليس من عقائد أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على مقتضى النصوص السابقة إذا تقرر هذا فإن من ثبتت ولايته وجبت مبايعته المبايعته والمبايعة على نوعين مبايعة بموايعة بحضور وتكون بمصافحة فهذه البيعة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد سار الناس عليها يبايعون صاحب الولاية على السمع والطاعة وعلى التزام الكتاب والسنة يتقربون بذلك لله جل وعلا ولا ينقضون هذه البيعة بل يرونها بيعة لازمة والنوع الثاني من أنواع البيعات البيعة التي يلتزمها الإنسان بقلبه وإن لم يقابل صاحب الولاية ويواجهه فإنها أيضا بيعة شرعية يجب على الإنسان الالتزام بها ولا يحق للإنسان أن يترك المبايعة سواء المبايعة الحقيقية أو المبايعة الحكمية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية فإن أهل الجاهلية لا يذعنون لأصحاب الولاية وأما أهل الإسلام فإنهم يتقربون بذلك لله جل وعلا ومن حقوق الولاية بعد ثبوت البيعة السمع والطاعة لصاحب الولاية ولو حصل منه شيء من الظلم ولو كان منه شيء من النقص فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع لأميرك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك كما رواه الإمام مسلم في صحيحه إذا تقرر هذا الأمر فإن سيرة آئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة من العصور الأولى أنهم يتقربون لله عز وجل بالوفاء بهذه البيعة ويجعلونها دينا يعبدون الله عز وجل بها ويجعلونها قربة يرون أنها مما يرفع درجاتهم عند رب العزة والجلال ولذلك نجد أن علماء الإسلام يجدون من ولاتهم في عصور شتى ما لا يرضونه ومع ذلك لا يكون هذا سبب من أسباب نزعهم ليد الطاعة فانظر إلى علماء الإسلام الذين كانوا يفتون بما يرونه وبما يظنون أن الكتاب والسنة تدل عليه فلا يرضي ولاة أزمانهم ذلك فيسومونهم بشيء من العذاب ومع ذلك هم ملتزمون بالبيعة مقرون بها يتقربون لله جل وعلا بالوفاء بها وبدعوة الناس إلى السمع والطاعة لصاحب الولاية كان الإمام مالك رحمه الله يفتي أن أيمان المكره غير لازمة وأنها لا يجب الوفاء بها وكان أصحاب الولاية يلزمون الناس عند البيعة بأيمان شديدة مغلظة بأنهم متى تركوا السمع والطاعة تطلقوا زوجاتهم وتكون أموالهم وقفا ويكون عبيدهم أحرارا إلى غير ذلك مما كانوا يلزمونهم به فطبق من طبق فتوى الإمام مالك في أن أيمان المكره لا تلزم على تلك البيعات فأراد صاحب الولاية منه رحمه الله أن يرجع فلم يرجع فأتي به فضرب أمام الناس حتى انخلعت كتفه ومع ذلك لم يدعو إلى نقض بيعه ولا إلى ترك السمع والطاعة وأعظم من هذا موقف الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة الذي لا زال الناس يغبطونه على موقفه العظيم عندما دعى صاحب الولاية إلى القول بنفي صفات رب العزة والجلال التي وردت في القرآن والسنة بدعوى أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات حتى نفو أن يكون القرآن من كلام رب العزة والجلال مع أن الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فلم يستجب الإمام أحمد لهذا الأمر ولما ألزم به من مخالفة الشرع في نفي صفات رب العزة والجلال فأتي به على رؤوس الأشهاد سجع الأيام العديدة بل الشهور المديدة وضرب الأصوات الشديدة أمام الناس ثم أمر بالاتزام بيته فلا يكلم أحدا ولا يدرس أحدا ولا يحضر جمعة ولا جماعة ومع ذلك التزم رحمه الله بذلك كله فلم يكن يكلم الناس ولم يكن يحضر الجمعة ولا الجماعة سمعا وطاعة ولم يكن يدعو الناس إلى خلع الولاية أو الحديث فيهم بل يتقرب إلى الله جل وعلا بإلتزام ما يأتي عن صاحب الولاية وهكذا سار علماء الإسلام على ذلك ومما يتعلق بآثار الولاية أن المرأة يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يريد ما عنده سبحانه وتعالى يقصد بسمعه وطاعته أن يكون ممن يطيع الله جل وعلا وممن ترتفع درجته عند الله جل وعلا لا يريد الإنسان ببيعته ولا بولائه شيئا من أمور الدنيا وإنما يريد الآخرة وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ثم ذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لشيء من الدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه لم يفي فانظر لحال أولئك الذين مقاصدهم بالولاية وبالبيعة أمور الدنيا يريد بيتا ووظيفة ويريد شيئا من أمور الدنيا ولم يلتفت إلى أن الولاية حكم شرعي وأنه يراد بالسمع والطاعة وبالتزام البيعة أجر الآخرة وثوابها وأنه ليس من شأن المؤمن أن يريد ببيعته أمور الدنيا فقط إذا تقرر هذا فإن مما يتقرب به إلى الله جل وعلا أن يدعى لصاحب الولاية وأن تعزز مكانته في النفوس وأن يحب في الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير وأمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم ومن الأمور المتعلقة بأمر الولاية أن العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يلتزم فيما يصدره صاحب الولاية من أوامر سواء كانت فيما يتعلق بشأن العام أو فيما يتعلق بخصوصه هو فيتقرب إلى الله بالتزام ذلك كله يريد ما عند الله جل وعلا ومما يتعلق بأمور البيعة أن المرأة يحذر من كل كلمة قد تثير الناس وتجعلهم يقومون على صاحب الولاية فإن العبد قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تسفك بها الدماء وتستباح بها الحرمات ويترتب عليها شيء شنيع في أحوال العباد والناظر في أحوال الناس يجد أن من يسبر التاريخ يجد أن تلك الحركات التي تصدر على أصحاب الولايات يكون ما يترتب عليها من آثار سيئة أعظم بكثير مما يقصده صاحب هذه الحركات وإذا نظرنا أيضا لأحوال الثورات التي تكون ما بين زمان وآخر نجد أن الآثار السيئة التي تترتب عليها أعظم بكثير مما يترتب عليها من منافع ومقاصد حسنة وشاهدوا هذا في زماننا وفي الأزمان السابقة كثير متعدد إذا تقرر هذا فإن العباد ينبغي بهم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحث بعضهم بعضا على أن تحفظ مكانة الولاية في النفوس فلا تستهان ولا يستقل من مكانة صاحب الولاية ومن ذلك أن يترك المؤمن الحديث في معايب الولاة سواء كانت معايب حقيقية أو كانت اجتهادات يعمل فيها كل باجتهاده فإذا كان لك اجتهاد وكان لصاحب الولاية اجتهاد فكل يعمل باجتهاده ولا يجوز له أن يترك اجتهاده فيما يرى أنه الخير والصلاح ومن أجل اجتهادك أنت ثم صاحب الولاية عنده من المعرفة ببواطن الأمور وخفاياها ما ليس عند غيره والناظر في أحوال الناس والناظر في أحوال الناس يجد أننا نظن أن الوقائع على طريقة واسلوب فإذا تكشفت الحقائق علمنا أن ما كنا نظنه ونعتقده لم يكن صحيحا ولم يكن موافقا للواقع وشواهد هذا كثيرة في أحوال الناس ومما يتعلق بهذا أن يحذر الإنسان من الكلام فيما يتناقل من أخبار منسوبة إلى صاحب الولاية الاستنقاصة وتنزيل مكانته فإن هذا فضلا عن كونه من الغيبة المحرمة بقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا كذلك هي من إثارة الفتنة بين الخلق ومن إغار الصدور على صاحب الولاية فجعل الناس يقدرون صاحب الولاية ويثقون به هذا يترتب عليه أن تستقر أحوال الناس ويأمن الناس في بلدانهم وأما إذا تكلم الناس في ولاتهم واستنقصوا مكانتهم فإن هذا يجرئ الخلق على تجاوز ما يكون من صاحب الولاية من أمر ونهي فيودي ذلك إلى اقتتال الناس واعتداء بعضهم على بعضهم الآخر في حقوقهم والناظر في ما يترتب على الولايات من وجود دولة قوية ومن وجود أمن وافر ومن وجود قضاء ومن وجود سلطة قادرة على رد المعتدين يعلم العبد به فضل رب العزة والجلال بوجود الولاية ومن فضل الله عز وجل أن هذه البلاد المباركة في الحرمين الشريفين مكة والمدينة قد جعلها الله عز وجل في ولاية هذه الدولة السعودية بارك الله في ولاتها واجعلهم الله من الهدات المهتدين ونسأل الله أن يجعلهم من أسباب الخير والهدى والصلاح هذه الدولة كان لها آثار عظيمة فيما يتعلق بأحوال الناس منها ظهور شعائر دين الله في هذه البلاد فالصلاة مقامة والجماعة تؤدي الصلوات في المساجد والناس يؤدون شعائر دينهم من عمرة وحج ومن صيام لشهر رمضان ومن صيام ومن صلاة وزكاة ونحوها فهذه نعمة عظيمة وهكذا ما يشعر الناس به من الأمن الوارف في هذه البلاد التي تجعل الناس يقومون بقضاء حوائجهم وبالذهاب والإياب وبالأسفار للبلدان البعيدة لا يحملون سلاحاً يدافعون به عن أنفسهم وهكذا ما من الله عز وجل به على هذه البلاد من حمايتها من كيد أعدائها الذين لا يريدون بالإسلام وأهله الخير وأنتم تعلمون أن هناك من يحاول أن يفسد في البلاد ليظهر بزعمه الإمام المادي ليكون ذلك من أسباب ظهور ذلك الإمام ومن ذلك أنهم يحاولون الإفساد في الحرمين الشريفين وأرسلت المتفجرات العديدة وأرسل الرجال من الجنود الذين يؤدون المظاهرات ويزحمون الناس في طرقاتهم ليكون ذلك من أسباب تدافعهم وأخبار ذلك كثيرة متعددة فوجود هذه الدولة التي يحفظ الله بها الأمن في الحرمين الشريفين ويتمكن الناس من قضاء نسكهم براحة وطمأنينة هذا من فضل الله عز وجل ومن واجبنا حينئذ أن نشكر من يقوم على ذلك وأن نفعل ما نستطيعه في معاونته ومساعدته على مثل هذا الأمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له فالدعاء لصاحب الولاية قربه نتقرب بها إلى رب العزة والجلال إذ بصلاحهم تصلح أحوال الناس وتستقر ويأمن الناس على محارمهم وأموالهم وجميع شؤونهم إن من القربات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل أن نصد كل محاولة لإثارة الناس بعضهم على بعض أو لجعلهم أو لجعلهم يخالفون المنهج الشرعي فيما يتعلق بطريقة التعامل مع صاحب الولاية إن أحوال الناس لا تستقر ولا يتمكنون من إقامة العلاقات فيما بينهم إلا إذا كانت الثقة موجودة بينهم ومن هنا لا يكون الإنسان مستقرا في حياته سواء حياته الأسرية أو الاجتماعية أو في تعاملاته التجارية إلا إذا كانت الثقة بين الناس موجودة وهكذا لا بد أن تكون هناك ثقة بين صاحب الولاية وبين رعيته فكل منهم يثق في الآخر فإذا وجدت الثقة فحينئذ تستقر أحوال الناس ويتمكنون من حسن التعامل فيما بينهم ومبدأ الثقة بترك صفات النفاق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإن من التزام أحكام الولاية أن يتقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بالإبلاغ عن كل أمر مريب قد يترتب عليه شر ومفاسد في أحوال الخلق فإذا شاهدت أمرا مخالفا وخشيت من آثاره فتقرب إلى الله بالإبلاغ عنه وصاحب الولاية ومن يقوم معه يتأكدون من أحوال صاحب الريبة هذا فيعيدون النظر فيه ويتأكدون من حاله وكم من شر عظيم دفع بمكالمة أو إبلاغ يسير وعلى الإنسان أيضا إذا شاهد من قرابته شيئا من التصرفات المخالفة للمنهج الشرعي في هذا الباب أن ينصح صاحبه فإن لم ينتصح بلغ صاحب الولاية ليتخذ معه ما يناسب من إجراء فكون القريب ولو كان زوجا أو ابنا أو أخا يبلغ عنه فيناصح أو يدخل السجن سنوات يسيرة يزول ما في رأسه من عقائد فاسدة مخالفة لما في الكتاب والسنة خير له من أن يقوم بأعمال يفجر بها ممتلكات المسلمين وتسفك بها الدماء ويكون من أسباب السوء والشر على الناس إن من القربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا ألا يضعوا لمن يتكلم في الولاية وأصحابها بالسوء مكانا أو منزلة فلا يستمعون إلى كلامهم ولا يفتحون على قنواتهم ولا يتواصلون معهم لأن هؤلاء مخالفون لشرع الله دعاة فتنة ومن ثم يحذر المرء منهم ولا يتعاون معهم يريد بذلك ما عند رب العزة والجلال ومثل هؤلاء شأن المؤمن معهم أن يتركهم لأنهم قد تبعوا طريقة الشيطان وبالتالي فخير ما يصد به الشيطان وأتباعه ألا يستجاب لهم وألا يستمع إليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح وأرشد من وجد وساوس الشيطان في نفسه أن ينتهي وأن لا يسترسل معها فمثل هؤلاء الاستماع لهم أو الفتح على قنواتهم قد يورث في قلب الإنسان شبهة تجعله ينغر بكلامهم ولا يستجيب لهم وينغر بكلامهم ولا يتبين له ما في كلامهم من الخبث والشر والمخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الواجب أيضا على من استمع إلى كلامهم أن لا ينقله وأن لا يتحدث به ولا يذكره عند الآخرين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم قد ترى أن الخير والأمور الحسنة في جانب لكن حقيقة الأمر أن ما ترى هو الذي فيه العنت والمشقة والسوء فلا تستجب لما تراه بذهنك حتى تعود به إلى شرع الله لتشاهد هل هو موافق لما في كتاب رب العزة والجلال ولما في سنة رسوله بمراجعة أهل العلم الموثوقين الذين يسيرون على منهج منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إذا تقرر هذا الأمر فعلى المرء أن يتقرب إلى الله جل وعلا بنبذ دعاة الفتنة وعدم الاستجابة لهم وعدم وضع مكانة في النفوس لهم وعليه أن يتقرب إلى الله برفع مكانة العلماء الذين يسيرون على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لأن بالسير على طريقتهم يكون المرء قد مهد لاستقرار أحوال الخلق وجعلهم يتعاونون على البر والتقوى لا يقتتلون ولا يتعادون ولا يكون بينهم شيء من مخالفة الشريعة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إذا تقرر هذا لا تستهين أيها المسلم بكلمة قد تقولها أو بحرف قد تكتبه في وسائل التواصل الاجتماعي فكم من كلمة يسيرة ترتب عليها آثار عظيمة من سفك دم أو من اقتتال بين الناس عليك أن تتقي الله فيما تكتبه وهكذا عليك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالدعوة إلى المنهج الحق إلى منهجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه والتابعين أدعو إليها وعرف الناس بها ووضح الآثار الحميدة المترتبة عليها واذكر تلك النماذج السيئة التي ترتبت على مخالفة منهجي منهجي ديننا الحنيف منهجي أهل السنة والجماعة بيّن للناس تلك الآثار التي ترتبت على أفعالهم تقرب بذلك إلى الله جل وعلا فإن هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومما تستقيم به أحوال الناس وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسيرون على طريقته في الدعوة إلى الله وبيان أحكامه ويقول رب العزة والجلال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والدعوة إلى الله بتعريف الناس بشرعه وبدينه وبأحكامه ومن ذلك ما يتعلق بأموري البيعة أيها المؤمنون إن العبد المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بتصفية قلبه ليكون على وفق مراد ربه سبحانه وتعالى وإذا أمر العبد بمحبة المؤمنين وبتمني الخير لجميع المسلمين فإن ذلك في أصحاب الولاية من باب أولاء فتمنى الخير لصاحب الولاية وتمنى أن يكون على أكمل الأحوال وأحسنها وأفضلها وأن يكون سائرا على شرع رب العزة والجلال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا تمنيت لنفسك رضى الله وصلاح العلاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى فحينئذ تقرب إلى الله بأن تتمنى بأن تتمنى لأصحاب الولاية مثل ما تتمناه لنفسك وإن مما يتعلق بهذا الباب ما يتعلق بمن يعاون أصحاب الولاية سواء كانوا من رجال الشرط أو كانوا من الموظفين في الوظائف العامة فهؤلاء عليهم من الواجب في باب البيعة والنظر فيما يصدره ولي الأمر من أوامر وتوجيهات من جهات التزامها والقيام بها وعدم الإشقاق على الناس عند تطبيقها تطبق بأسهل طريق وأحسن أسلوب ويدعى الناس إليها بالكلمة الطيبة والخلق الفاضل حتى يلتزموا بها وتصلحوا أحوالهم بذلك فإن الموظفين عليهم من الواجب في القيام مع صاحب الولاية لتستقر أحوال الناس وتسكن أمورهم من ما ليس على غيرهم ما ليس على غيرهم من أفراد الناس فهم موظفون يأخذون أجرا على أعمالهم فيجب عليهم أن يلتزموا بالعقد الذي بينهم وبين صاحب الولاية في القيام بمصالح المسلمين ورعايتها لا يتأخر أن أحد منهم عن القيام بواجبه لا يتأخر في وقته ولا يتأخر في عمله ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بنصح أصحاب الولاية والنصح سواء كان بالسمع والطاعة لهم أو بتحبيب الخلق لهم أو بجعل الناس يلتزمون بما يصدر عنهم أو بإرسال ما لديه مما يظن أنه ينفع صاحب الولاية أو ينفع الإسلام والمسلمين سواء وجدت عنده اقتراحات أو توصيات أو وجد عنده شيء من الملحوظات يتقرب بذلك لله عز وجل وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين وعامتهم فإمة المسلمين يجب على أفراد الناس أن ينصحوا لهم فهو ركن من أركان هذا الدين وكما تقدم عليك أن تتعامل في هذا الباب لإصلاح آخرتك حتى ولو لقيت من صاحب الولاية ما لقيت أو ظننت أنه قد أخطأ عليك أو أخذ شيئا من مالك أو تجاوز في شيء من حقوقك عليك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالمحافظة على حقوق صاحب الولاية فإنك تقوم بذلك قربة لله جل وعلا تريد الآخرة تريد الدار الباقية وليس مقصودك منحاصرا في أمور الدنيا فقد عاب الله عز وجل على من اقتصرت مقاصدهم على الدنيا كما قال جل وعلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وكما قال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا في آيات كثيرة تذم أولئك الذين لا يقصدون بأعمالهم إلا الدنيا والقاعدة الشرعية أن من أراد الآخرة عقبه الله عز وجل بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة قد يصيبه في أول الأمر شيء من البلاء لكن عاقبة الخير ستكون له وانظر لمثل قوله جل وعلا من كان يريد في مثل قوله جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نؤته منها وانظر في النصوص التي جاءت بأن من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وقد وعد الله من التزم بشرعه بحسن الدنيا واستقامة أحوال الدنيا ألم يقل الله عز وجل من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ألم يقل الله جل وعلا في كتابه العزيز إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ألم يقل رب العزة والجلال في كتابه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ألم يقل الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ألم يقل الله والعاقبة للمتقين من سار على شرع الله والتزم بهدي نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءته الدنيا كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرى قد يصيب العبد شيء من مصائب الدنيا لكنه متى أراد الله وأراد الدار الآخرة وسار على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا برحمته سيعقبه العاقبة الحميدة في دنيا مع ما ينتظره من الثواب الجزيل والمنزلة العالية في الدار الآخرة ومن ثم على المؤمن أن يجعل الآخرة بين عينيه ولا يجعل باب معاملة أصحاب الولاية من باب المقابلة والمجازات معهم إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا قابلهم بمثل ذلك وإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بالسير على تلك التوجيهات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في هذا الباب سمعا وطاعة والتزاما بما فيها حتى يكون ذلك من أسباب صلاح أحواله دنيا وآخرة أيها المؤمنون أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلكم على أكمل الوجوه وأحسن الأحوال كما أسأله جل وعلا أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا وأسأله جل وعلا أن يسكن أحوال المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين